كان فيه شيء غريب الى حد كبير لفت نظري بشكل شخصي هو اهتمام اقليمي ودولي وكل وسائل اعلام بحادث عقار الاسكندرية المنهار بشكل كان فيه نوع من ليه يعني انا الحمد لله العقار مفيش وفيات مفيش حالات وفيات في حالات مصابين اربع مصابين يمكن لغاية دلوقتي حتى الان وندعو الله انه يعني الامور تعدى على خير يعني اعطار تم فيه مخالفات في التعلية اربع شوء بناهم صاحب العمارة او المآول او غيره دون سند من القانون فحدث احمال على الاعمدة والدعمات فانهارت العمارة بشكل زي ما حدوكوا شايفين يعني فيه انهيار حقيقي حصل والعمارة دي ما فيه اللي سكان فيها مصيفين من المحافظات المجاورة للاسكندرية طبعا يعني الحادث حادث المصيبة مصيبة يعني ما نقدرش نقول انه حادث عادي يعني لكن بتحصل في كل مكان في العالم وبتحصل في اسكندرية تحديدا بكسرة نظر الان اسكندرية لا خصوصية هقول دلوقتي عليها لكن اللفت نظري هو اهتمام يعني فيه محطات فتحة الهوى يعني فتحة التغطية اخبارية يعني مش اهتمام يعني ما فيه عندنا حاجات كتير جدا بتيبقى في مصر احداث مهمة وفيه عندنا يعني مناسبات مهمة جدا بنلاقاها خبر طارق كده في زيل النشرات لكن النهاردة لفت نظري ورجع وشوف هذا الكلام لمحطات يعني مش اهل طبعا اسماء محطات لكن محطات اقليمية المفروض يعني رسينا فيه اختيار الجرعات الاخبارية للملفات وفقا ليه اولويات وغيره طبعا الخبر بيفرض نفسه لكنه ما ينفعش يفتح له هوا يعني وإلا بنسأل هل مقصود ان احنا نضخم المشكلة اللي موجودة في مصر انه يا جماعة اللي بتروحوا السياحة في مصر والاسكندرية خافوا لان البيوت بتقع وارد وارد تاني الناس دي ما عنداش اخبار اصلا فعندهم حالة فضى يعني او حالة زهق فاي حاجة افتح عليها وخلاص في حاجة غريبة في الامر يعني وانا اثرت ان ابدأ الحلقة بالموضوع مش جريا وراء تريند موجود عقار اسكندرية المنهار ونقعد يقول كلمتين ونجيب المحافظ يقول كلمتين ونجيب الناس تعلق على الموضوع لا انا لفت نظري الاتمام المضخم المبلغ فيه اللي قعر الموضوع وخليها يعني بينفق في بلوناء في صورة بيحاول البعض ان هو يرسخها عن مصر دلوقتي انا بسأل انا بطرح اسئلة ما بقولش درائي لكن بطرح اسئلة في موضوع شايفه عادي جدا وقع عقار والعقار في مصابين ما فيش وفاية لغة دلوقتي يعني ندعو الله انه ما يكونش فيه طبعا وطبعا مصيبة لصحاب البيت والناس اللي موجودين كل الكلام ده موجود كل ده عارفينه الخبر بيتقال فيه عقار ووقع في مدينة الكذا في شارع ما عرفش اسمه الشارع ايه في السيدي بشر يعني اهو يعني في شارع خليل حمادة شارع معروف في اسكندري في الحي المنتزة 13 طابق والعقار مبني من السبعينات بلو 50 سنة يمكن وصدر له قرار ازالة للدور الاخير وما تنفسش زي حاجات كتير موجودة طبعا يعني خليه بس اقول الاول اول اول تعليق على حادث عقار الاسكندري رقم واحد وباختصار يعني هناك مبالغة شديدة من وسائل اعلام غير مصرية تحاول ان ترسم صورة غير صحيحة عن الوضع اللي عام في مصر وكأن هناك محاولة انا اسف يعني في التعبير كده بالبلد يعني فيه افوار شوية فيه معالجة الموضوع او تناول الموضوع وكأن وكأن فيه استهداف لرسم الصورة مش مش لطيفة عن مصر